خليني أقول أن حرية المسيحية حرية من الخطية حرية من كل شيء من الشراسة من النجاسة من التعاسة حرية من القيود حرية كاملة ولكن أحبائي بحسب رسالة غلاط يصحح أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه فيكم قائلا يا أبا الآب نصرخ يا أبا الآب إذن لست بعد عبدا بل ابنا بتعرفوا تذكرت الحادس لما رحت أنا كنت في فترة الحرب رحت على العراق وسوريا وشفت هذا الموضوع رحت على الساحة وإن كان داعش بيربط البنات اليزديات فتيات صغيرة يعني صبايا صغيرة مربوطات في السلاسل وعم بيباعوا في المزاد تخيلوا يباعوا في المزاد في اسم الدين سبايا وطبعا كان في ناس عندها فعلا ضمير كان بيشتروا البنات وبرجعوهم لأهلهم كان يحرروهم من العبود من القلوية العبودية بس حرية المسيح أخذتنا إلى بعد أبعد لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء لأن العبد لا يعلم ما لسيدي صار فيه هارت هارت قلب لقلب نسمع من نتواصل من نتفاعل مع يسوع صارنا الروح يصرخ فينا يا أبا الآب صار فيه علاقة حميمية شركة مش بس أنت حر وخلاص أطلقت الحرية لا حرية لتكون ابن بالتبني وهاي واحدة من العقيدة الرئيسية الرسمية في المسيحية اللي هي إحنا صرنا أبناء للرب من خلال الإيمان بيسوع المسيح فإذا الحرية مش بس أنه تحررنا بل أصبحنا أبناء ولأن الرب يسوع افتدانا شرانا لنفسه وفعلا أطلقنا في الحرية فصار إنا الدخول ويعني كل مميزات الإبن والإبن بيورث والعبد لا يورث صار إلنا كل حقوق وامتيازات الإبن وهذا ما تقدم المسيحية من خلال الحرية في المسيح بعد سماع هذه الكلمة هل أنت عندك الحرية تختار الدين أو تترك الدين بصراحة أنا بدعوك أنك تفكر شوي فكر باللي عمله يسوع المسيح من أجلك بصلي من كل قلبي أنه الله يفك ويحل كل عقدي ويكسر كل قيدة من حياتك وتتحرر بالكامل وتصير بنت وتصير ابن للرب يسوع المسيح على فكرة بحب أسمع منك والرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر